أقام الفريق الرقابي جولة ميدانية مكثفة على العقارات في منطقة الفروانية بهدف الكشف عن جميع المخالفات البنائية وأوضحت البلدية أن الجولات هدفت أيضا للتأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بالترخيص الممنوحة من قبل البلدية ناقوس يدق الخطر مبنى قيد الإنشاء في نظر القانون مبنى مجهول لا يوجد له ترخيص ولا عمال خاص بشركة الإنشاء ولا حتى لوحة توضح اسم المالك والشركة فعليه قامت البلدية بوضع المخالفة لمراجعتها في مدة نقصها ثلاثة أيام هذه المصيبة لا نعلم ماذا يبنون ماذا يتواجدون بالموقع مبنى حتى عمال ما فيه أو مغاور مثل ما أنتم شايفين أما جولتنا شملت أيضا هدم المباني والتي كانت تهدم بطريقة غير آمنة ولا يوجد في الموقع إجراءات السلامة كثير من عمليات الهدم تواجه عدم التزام في القوانين من حيث عملية الهدم وصارت كذا مرة أكثر من عملية هدم سببت في مشاكل فعملية هدم إذا كانت خاطئة بطريقة خاطئة ممكن تأثر على العمارات المجاورة مباني مجاورة السيارات ملاصقة للمبنى جولة أسفرت على العديد من المخالفات التي تعتبر جسيمة في نظر القانون إذن أين القانون في نظر المخالفين مروم حرام تلفزيون دولة الكويت